كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر دخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وشار مدبولي إلى قيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة دخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وزكية وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد بما يتصق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط المواني ورغبة مشتركة لدي البلدين في التحول لمركز إقليميا للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد ترجمة نانسي قنقر